لم تكد محافظة أرخبيل سقطرة أن تتجاوز منعطفاً خطيراً من المواجهة بين السلطة الشرعية والأطماع الإماراتية التوسعية حتى وجدت نفسها أمام مستوى جديد من المواجهات هذه المرة دفعت الإمارات بهؤلاء الجنود المحسوبين على الحزام الأمني إلى الأرخبيل بعد أن ترقوا تدريبهم في عدن على أيدي ضباط إماراتيين وآخرين محسوبين على المجلس الانتقالي الذي ينادي بالانفصال ما نريد أن نشكل أي تشكيل خارج عن السلطة وعن الإجراءات الشرعية لأنها تعمل على التفرطة ونزع والصراعات كما حصلت في المحافظات الأخرى الخطوة التصعيدية هذه سبق لمحافظ المحافظة رمزي محروس أن رفضها في سيق رفضه إنشاء تشكيلات عسكرية أو قوات أمنية خارج إطار المؤسسات الرسمية وتعهد بشكل خاص بعدم السماح بتشكيل قوات الحزام الأمن في المحافظة على غرار ما حدث في محافظات أخرى الحكومة أكدت من جهتها رفض أي تشكيلات عسكرية في سقطرة يجري إنشاؤها بعيدا عن مزارتي الدفاع والداخلية محذرة من أن تلك التشكيلات سيكون مصيرها مصير الميليشيات المسلحة التي لا تتمتع بأي وجود شرعي لا يخل الأرخبيل وأكبر جزره سقطرة من قوات لحمايته والذود عن سيادته وهذه القوات تعمل بالتنسيق الكامل مع السلطة المحلية وتخضع لسلطة وزارتي الدفاع والداخلية اليمنيتين لكن الإمارات التي ما فتأت توطد نفوذها في هذا الأرخبيل يبدو أنها متزال مدفعة بالرغبة ذاتها في الهيمنة والتوسع باستخدام الأحزمة الأمنية التي تحاول فرضها على السلطة المحلية ومعها تفرض واقعا جديدا يمهد الانسلاخ الأرخبيل عن الدولة اليمنية ملحقا بنزعة الانفصال التي توقدها الإمارات خصوصا في محافظات المثلثة الأكثر فقرا في جنوب البلاد ناشطون بارزون في المجلس الانتقالي خرجوا عن صمتهم مؤخرا ليكشفوا مخطط الإمارات الخطير جدا في الاستحواذ على أرخبيل سقطرة تحت مظلة المجلس الانتقالي الذي يتولى التحضير لاستفتاء على الانفصال يمهد بدوره لاستفتاء آخر في الأرخبيل تتطلع الإمارات إلى أن يكون مدخلا لضم الأرخبيل على رؤوس الأشهد تعيد تطورات سقطرة الأخيرة توجيه الأنظار إلى العلاقة الإشكالية التي رسخها تحالف جاء لدعم الدولة فيما سلوكه على الأرض يشير إلى توجه لتقويض الدولة اليمنية ونفوذها إن استطاع إلى ذلك سليلا ترجمة نانسي قص